اشتركوا في القناة تطورة ونجاحة لكن حتى نتحدث اكثر بكل هاي التفاصيل رح ناخذ بالبداية فاصل غنائي ومبعدها راجعين هذه عد مشاهدينا بعد ما سمعنا هذا الفاصل غنائي اليوم رح نتحدث بموضوع مهم جدا وهو عن الاسماء حديث اللهيرة اليوم هو رح يكون عن طاقة الاسماء وتأثيرها على الشخصية وايضا الاحرف وايضا الارقام ممكن هالي التفاصيل احنا اليوم نعرف من خلال الاسم نشوف انه هذا اسمه بطاقة ايجابية او ممكن نشوف انه تأثيره خاصة الاسم الحزين احد الاسماء اللي اعرفها ااني شخصية ابنية اسمها رحيل هذا اكثر شيء يعني زعجها انه اسمه بطاقة سلبية وايضا هوايا اسماء احنا اليوم نعرف انه الاسم حزين نستغرب نقول كيف رح يتعاملوا اياه كيف ممكن هو مؤثر عليه او لا اكو ناس ممكن تعتقد بهذا الموضوع واكو ناس لا مصادر علمية تعرف ان الاسماء هي لها تأثير كبير على الشخصية وعلى النجاح وعلى تفاصيل مهمة وايضا الاحرف وحتى الارقام ممكن احنا نعرف رقم داعش داعش اش قد الى اهمية اش قد الناس تحكي بانه داعش داعش الى تاريخ او وقت فالناس تميزة وتحاول تتمنى امنية حتى تتحقق وهي امور احنا نعتقدها وايضا اكو بها معظمها بها مصادر حقيقية تخص هذا الاعتقاد او هذا التشخيص للافكار اللي تدور في بعضنا اذا حتى نتحدث اكثر بهذه الامور اكي رح ينورنا دكتور جمال بزاس اختصاص اجتماع نورتنا اهلا وسهلا 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 خير طبعا وسهلا خير اشتاقنا عليك احنا شكرا جزيلا حقيقة قناة اعتقد اول مرة احضر بهذه القناة حقيقة نورت وان شاء الله تكون مؤخر مرة ايضا كل الهلا الموضوع مالتكم موضوع حساس طبعا الى تأثيرات كلش واسعة قد يجوز بعضهم يعني يدركها او يحس بها وبعضهم ما يدركها او يحس بها حقيقة الاسم اسماءنا احنا كلتنا حسب اعتقاده هي مفروضة علينا احنا 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 اطفال اهلنا يسمونا باي المسميات واي اشياء احنا ما نختار هل من ضمنها الاسماء الاسماء هي من واجب الاهل الاسم والتربية يعني بصراح هذا الاسم ينموي هنا كل اسماء احنا تنموي هنا فاما من نكبر نتقبلها واما من نتقبلها فهنانا يتم التغيير يعني يتم تغيير الاسم عن كبر فمنهم ما يطيق اسمه يعني اعتقد هاي الحالة صارت بالجديد التغيير الاسماء خاصة بالدول الاوروبية اليوم صار الطفل مني يكبر ما يعجب اسمه اول شيء يباشر به هو تغيير اسمه هل هذا الشيء ممكن اسمي صحي نظامي بفائدة لا لا عفو ست اكو بعض البلدان حقيقة عندهم اسماء تراثية تاريخية يعتزون بها نعم قام تدخل على مجتمعاتهم وبيئتهم اسماء طارئة وغريبة فبعضهم خصوصا في فرنسا في سنة من السنوات بعد ما كتروا المهاجرين الى فرنسا نعم خصوصا الافارقة ومن دول اخرى فبدأت تدخل اسماء ما لها علاقة بالتراث الفرنسي نعم فدائرة النفوس الفرنسية او الدائرة المعنية بتسجيل الاسماء حددت اسماء فرنسية بحتة انه يسمون المواليد الجدة يسمونه هاي الاسماء وما يتجاوزوها حقيقة يعني يعني مو بكيف العائلة يسمي ابنها بأي اسم كان ليش لان هاي اسماء تراثية فرنسية ما اخذها من العمق التاريخي الفرنسي امتداد يعني لا اسماء ابطال لا اسماء شخصيات لا اسماء مثلا رجال دين قدماء مثلا عدم واحدة من الشخصيات المهمة مثل الارس يعتبر بالضبط يعني هو تاريخهم يعني تاريخهم مجسد بالاسماء يعني عندهم واحدة من الشخصيات اللي معروفة اسمها جون دارك هذه اللي قضت اللي انهت حرب المئة عام بين بريطانيا وفرنسا بالعصور الوسطى هاي اللي قضت يعني هي اللي قادة الجيش الفرنسي انتصر على الجيش البريطاني سموها عندهم حرب المئة عام طيب فهذه الشخصية يقام يسمون اسم جون كلش واسع في فرنسا احنا عندنا بالعراق نرجع على المسميات الاسماء العراقية حقيقة ايضا مستمدة قسم من عندهم من التاريخ وحقيقة ايضا حقيقة اخرى انه كل دولة من الدول العربية الها مسميات يعني مثال احنا عندنا بالعراق الاسماء المكررة ما موجودة في دولة عربية اخرى نعم مثال اسماء العراقية تختلف عن اسماء المصرية تختلف عن الاسماء المغربية وهكذا نعم يمكن اليوم اذا نتحدث عن الاسماء بالبداية تطرقنا لفكرة تغيير الاسم هل اليوم انت تشوف هذا صح ان شخص حين يكبر يشوف اسمه مموالمة يغير اسمه يعني رسميا من خلال الهوية والتفاصيل والاجراء هوهي حثت هاي طبعا صراحة صحية هاي حالة لصاحبها تعتبر صحية لصاحبه هو ودي ارتقي هذا الشي يعني طيب وما حدي منعه يعني حقيقة يعني حتى نبقى بالاسماء بعدين ننتقل الى الاحرف اليوم نعرف النك نيم الدلع نعم ممكن اكو اشخاص يقولون انه اني ما احب اسمي طاقته متوالبني اني من الناس اني عندي نك نيم استخدم اكثر من اسمي او اتفائل بي اكثر من اسمي اقول اسمي للناس الغربة اما نك نيم مالتي اني اتفائل بي احس بي بالطفولة بالذكريات فاني يعني هاي ايضا يعني احنا نجي نتحدث عن اسماء الدلع ايضا لها تأثير ايه اكو منهم يتقبلها وكم ويتقبلها لشاني من شن طفل بيه وجهت نظر انه يدلعوني بس منك كبر تعيب عليه حاصر رجال منتج تسمية هذه هي احنا سابقا اهل بغداد شي يسموه هاي العفو سموه لبوكه لبوكه يعني ما معناها انه شنو الاسم يحوروه او يزغروه او يسهلوه احنا عدنا بالعراق نحب التصغير علي عليوي جاسمي جويسم سمير سمير نحب نحول نزغر الاسم تحببا بالشخص هذا صاحب الاسم يعني نمكن ينطي وطفولة اكثر دلع اكثر اكبر انهم تنموية يتقبلها وتمشي عليها اكبر انهم ما يتقبل يقول ان شيء تصغير تقبل هاي اللابوقة او اسمه دلع بس من كبارة مترهم يعني محمد حمودي كان عمره خمس سنوات حمودي بس من صار عمره خمسين سنة ظل حمودي انا مترهم احد الاصدقاء يرفض واحد يصح لعلاوي معنا الكلام اكبر امتصها يتقبلها يعني يتقبل هاي الحالة حقيقة يعني اكبر ما يتقبلها انا من الناس اسمي معروف سارة انتي عدة لبوقات او عدة هذه مثلا واحدة من عدها انتي سارة حضرت السروة صح له لا شو شو سالي ايضا افاجئك انا ما اكبر اي دلع باسم سارة انا الذكنام ماتي من انا صغيرة توري فمستمر على اسم توري ما لا علاقة باسم سارة فاني ما تعودت انه اللبوقة تكون مثلا سوسو لا هي نوبات العفو شنو اللبوقة صارت على توري توتو ليش لانه انتي متشدت طفلي جوز لفطتي حالة من الحالات بها المسمى فمشوها عليك طيب انا اليوم اريد ايضا نتفرع الى حلول اليوم اذا اشوف اسمي ما اريد انا ابدله خلص اهل اختاره اهل واحتراما لاختيارهم كيف انا اتخطى الطاقة اللي ممكن يتأثر على اسمي او على حياتي الشخصية من خلال اسمي انا اذا اكبرت ومضجت اكوها شواء هواية امتصها يعني شوان اتفاعل بياها نعم نوبات ميتم التفاعل هذا كامل فاحاول انه لازم اغير يعني حقيقة اجيب ليش مثال بسيط واحد من الرئيساء العراقيين اللي حكمه العراق بعده حكم الملكي اللي هو عبد الكريم قاسم هو ابو ما كان اسمه قاسم كان اسمه جاسم جاسم بالعامية يعني هي قاسم بالفصحة قاسم نعم محبذ انه يكون اسم ابوه جاسم فاتفق هو والدي طبعا بعد ما اخذها للمحكمة واعلنوا بالجرائد لانه هاي بها نفوس وبها كذا وبها حقوق وبها يعني خصة ذا كان كبير بالعمر ايضا فتحول من جاسم تحول الى قاسم هاي شخصات كاظم السهر اسمه مو كاظم هاي شخصيات مشهورة معنى الكلام شخصيات عامة ايضا نعم يختارون نبات بعض الاسماء اذا خصص اذا صاحبه فنان يعني مثال نجيب ايضا مثال اخر احد الدكاتر الاساتذ الكبار بالخط خطاطين العراقيين اسمه عبد الرضا رادي اختصر عبد الرضا فحوله الى روضان مثلا ويقول الدكتور هو يسمعنا تحياتنا اليه حوله الى روضان اسم اسم فني قام يوقع عليه بالنسبة للمخطوطات مالتا او اللوحات الخططين نعم ايضا ام كالثوم فيروز هاي الكونان نبات اسماء حقيقية يعني بصراحة اي احتيلك على ام كالثوم وايضا فيروز ايضا من الاسماء اللي هي غير حقيقية اسماء فنية فنية نعم استاذ احنا اليوم نريد ايضا نتشعب هالموضوع بطريقة بيها صائدة اليوم كيس اختار انه طلع طاقة اسمي الى محابته محابة اسمي واسم مكان هو موالم الي فبالتالي شان انا اتخطى هل فعلا اليوم اختار لي اسم بديل مو رسمي اسم بديل ممكن انا يعرف به الناس واي شخصيات العفو عدهم اسمين اسم المعروف عليه بالاوراق الثبوتية والبطاقات الوطنية والجنسية نعم واسم اخر العفو متعارف عليه بين العائلة والاصدقاء بحيث في بعض الحالات انا عندي واحد من اقاربنا احنا لما تعارف عليه اسم معين احنا ننصيح له به طيب في يوم من الايام جود يسيلون عليها باسمه الحقيقي بجنسية ما عرفنا قلنا له ما عندنا هذا الاسم مع العلم هو اسمه الحقيقي بجنسية شكل واسمه بين العائلة شكل اخر ونحن ما نعرف اسمه الحقيقي شنو فماشي عليه اسم اللي احنا طلقناه عليه اه يعني ايضا هذه تؤدي احيانا الالو شاكري ازدواجية نعم ازدواجية احنا معروفين العراق بها لكن يوم ايضا هذه اليوم ممكن تصنف لانتحال شخصية عن يوم إلي اسم أكوائي أشخاص مثلا يروحون عندهم سلوكات خاصة يتخذون غير اسم فبالتالي هاي تزوير في أوراق رسمية قليل ذكرت لحالة هي حالة ما بها أي مشكلة لكن ممكن تصنف لحالة سيئة طبعا إذا استخدمت لأغراض أخرى مؤذية أو جرامية أو كذا طبعا تعتبر تعتبر حالة من الحالات التزوير أو حالة من حالات يعني تحايل طيب دكتور نرجع على أو نبدأ أفوض بالأحرف أيضا حدثني عن تأثير الأحرف بداية الأحرف بالإسماء شو تأثيرها طبعا بعلم الحروف والأرقام لكل حرف أكو رقم نجمعها أو نطرحها أو نكسرها يقرون جماعة الأبراج أو جماعة الحاض والبخد أنا ولو ما أؤمن بها بصراحة يرهمون الأحرف على الأرقام فيقول لك هذا الإسم الأرقام مالتها واحد اثنين اثناثة اربعة يدين شكل وانت ذكرتي قبل شوية معلومة العفو ستة حول دعش دعش أنا أجيب ليش معلومة أخرى على هذا الرقم بالذات حدثة بيه حادثة تاريخية ولو شوية خلنا نطلع عن الموضوع الأحرف إيقاف الحرب إحنا وإيران 888 يعني شوية تكرار الأرقام نظرت هاي بعض الناس يدخلوها بعلم الأرقام وبعض الناس يدخلوها بعلم التنجين وبعضهم وبعضهم يدخلها بعلم أنه الحظ السيء والحظ الجيد طيب شين حقيقة هذا الموضوع اليوم أنت ذكرت أنه هي أنها تحرب نعم فبالتالي هما من خلال هذه الحالة أو هذه التجربة اللي صارت اليوم هما اعتبروه أنه يوم أو رقم يجلب الحظ طيب حقيقة هالي الأمور والاعتقادات احنا عندنا تكرار نواتها مثلا احنا يا سنة عفو 3 أو 2 2022 العام صادف شهر الثاني أكثر تاريخ بيه رقم 2 صح 2 2 2 2 2 2 2 2 صح تمام لا لا قبلها أيضا 1 1 1 1 2 1 1 1 1 وهكذا هاي الناس هي توجدها يعني حسب اعتقادي ما لها يعني ما لها ما لها فالتأثير معين يعني مثال في في العفو عند انتقاننا من الألفية من الألفية الثانية للألفية الثالثة نعم الناس قالت من راح يجي من راح تيجي سنة ألفين راح يصير فتحادثة فتكارثة هاي داما التنبؤ زين هو القرن الواحد والعشرين اش وقت بدأ اش وقت بداية القرن الواحد والعشرين سنة الألفين هذا التساؤل احنا العطولة طرحة نعم بحجة النكتة أو بحجة الحزورة طيب ما عندي معلومة يعني هس بتي لا ايش يعني برأيك حتى لو كان يعني وجهت نظر ايش انه الألفية يعني القرن الواحد والعشرين اللي يس احنا بي اش وقت بدأ يا سنة ألفين لا الألفين هي مال التسعين مال التسعينات لأنه عفو من نبدي نقول واحد اثنية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة العشرة تابعة للدى عشرة تابعة للواحد فإذا هي الألفين ما العلاقة الألفين ما القرن العشرين حلو القرن الواحد والعشرين بدأ 2001 القرن الواحد والعشرين بدأ 2001 مو بدأ بالألفين فبعض الناس سنة الألفين راحت خطلت وبعض الناس حفروا مدري من راحة وأنهن راح تصير كوارث وهي ما العلاقة هذا تاريخ ميلادي أكو تاريخ يجري وكانت تاريخ بعض الحضارات عدة تواريخ تأرخ بالألف يونات طيب دكتور بما أن حضرتك أنت متشعب بأمور التاريخية والأسرية والأرث العراقي دائما يمكن تتحدث بهذه الأمور في السابق هنّا وأجدادنا والأفكار القديمة أيضا كانت تعتقد بهذه الأفكار الأرقام والأحرف والأسوار كانوا يؤمنون بهذا الشيء أيضا يعني مثل ما نعرف إحنا كلنا بتاريخ العراق وحتى بعد التاريخ الحديث والمعاصر عندك رقم سبعة رقم سحري أنه سماوات سبعة البحار سبعة أم سبعيون أيضا رقم أربعين رقم مميز أيضا كتاب اسم أربعون نتحدث عن موضوع رقم أربعين أنه بأربعين يوم شنو الأشياء اللي نوجدت كدينيا أربعين يوم يعني شنو الأشياء اللي صار اللقم أربعين يوم سبت العفو هذا هو الإنسان هو يألفها هذا هو يألفها بصراحة وإلا أنا حسب اعتقادي ما لأ يعني ما لأ يعني ما لأ يعني ما لأ يعني ما لأ في الشيء علمي مية بالمية يعني هذا هو يعني هو مر مثلا بحادث معينة حادث جيد تمسك بالتاريخ ما لهذا الحادث إنه هذا أنا أتفائل به نوباتي يصير عملية تفائل بالنسبة للأرقام أو بالنسبة للأسماء مثلا بعض الأسماء منين تستخرج؟ تستخرج من القرآن نعم بعض الأسماء تستخرج من كتب التاريخ لأبطال معينين يعني بعض الأسماء تخليدا لأسماء الجد للحفيد الأب يحاول يخلد اسمه يسمي ابنه فالابن يصير يحمل اسم الجد فتتكرر أكو بعض العوائل عندهم تقليد بين اسم واسم اسم الجد لازم اسم الجد اسم الجد ويتكرر نعم عدة مرات يتفائلون باسم الجد يعني في التقليد عائلي هذا أيضا من الطبيعة بعضهم أكو أكو شي من التراث من الستيطة التي تعرف في كل جديد بعض العوائل ما يعيش لهأولاد يموتون يعني يموت بمراض بعملية أسقاط أولاد أولاد أو بنات يعني طفل فشكوا من يسموا يسموا أسماء أسماء متخوف يعني مثل تشليب مثل جلعوت مثل زبالة حاج زبالة حاج زبالة طبعا هذا مو اسمه هو هو اسمه عبد الرحمن أعتقده في الشميل القبيل ولكن عائلته وهي من التراث البغدالي عائلته مكان يعيش لهأولاد نعم فيعتقدون أنه إذا سموه اسم غريب راح يعيش الطفل لأنه ملك الموت ينهزم من عنده أوف أي فالتقليد يعني معين الشكل يعني شنو في الحالة أمو يعتقدون بيها العوائل تعتقد بيها فكثير من العوائل يسمي أولادها اسماء عجيبة غريبة فالطفل من ينشي يشوف اسمه يعني يعني ما يقدر يطلع بيه خلن نقول عليه مثل فيحاول يغيره يحاول أيضا أو يلقف نفسه الله عز وجل تشائل قدرة وتشائل يعني الأمور أنه صدق يعيش هذا الطفل المسمى بهذه الأسماء يعني أيضا هذه نحن ما أخذيها امتداد من أهالينا وأجدادنا هذه الأفكار والاعتقادات بالأسماء هذا الاسم مخير خال الاسم اليوم مبارك أيضا يأخذون أسماء من الطبيعة يأخذون من الواقع وفي بعض الحالات نوصل إلى حالة الحب أنه بعض الأوباء كانت عندها حبيبة قديمة زين سيحاول من يزوج من غيرها ويتجي لبنت يسميها على حبيب تلوليه حلو من حيث تعلم الزوجة أو لا تعلم على مد الظل ذكراها خالدة طريقة بذاكرت الأب يعني بذاكرت هاي محبة قديمة هسا ما صارت يعني هسا يمكن أنا أتحدث مثل ما ذي قالت قلت أكون منهم الزوجة تعلم هاي المصداقية يمكن داما أتحدث عن هاي المصداقية كانت بين المرأة والرجل والعائلة العراقية سابقا يعني أنا أسمع من أقاربي أسمع من جارتي أسمع من بي بيتي اليوم أعرف أنه هالي إلها قيمة المحبة موجودة أما هسا هالي الأمور هالي الصالفات مموجودة ست سالة العفوة كل ما يحيط بينا تغير حقيقة يعني حتى المسميات اتغيرت أسماء الجيل الحالي هي كلش يعني أو ما لها علاقة بالأسماء القديمة حقيقة الأسماء القديمة الأسماء القديمة اللي لاحظها أسماء يعني مشبعة بالتراث مشبعة بالتاريخ ما بها اسم غريب يعني هجين داخل على داخل على المجتمع لا معروفة اسماء أمهاتنا بيبياتنا أقاربنا خالاتنا عماتنا معروفة اسماء عراقية بحثة هسا قام تدخل أسماء تقريبا هجينة وأجنبية يعني فلانا شا اسمها كذا يعني تتسالين شنو معنى سابقا مش كان حديث عن معنى اسم الابنين المعروف معروف نعم أو معنى اسم الولد أيضا معروف يعني احنا عدنا قاعدة اسلامية خير الأسماء ما عبده وحمد مهم اللي هي عبد الرحمن عبد الجبار يعني اللي اسماء الله الحسنة تعبيب لي اسماء الله الحسنة نعم وايضا الحمد عبد الحميد عبد المجيد عبد المجيد يجي الخال يسمي يجي الجدي يسمي والأبيض الحاير يعني ما إلى رأيه بالتالي اليوم احنا نتكلم عن انه الأسماء والأحرف والأرقام هي ذات حظ لها الإنسان لكن هو يقدر يعني يقودها بطريقته يقود حظه ويقود اليوم ظروفه أيضا لا يتحجج بالأسماء والأرقام يقدر يسخرها العفو والأفو نعم أما يخليها حالة نجاح أما تتحولها لحالة فشل دكتور جمالي شكرا لوجودك الحوار ممتع ما حسنا ويأكل الوقت الحوار ممتع جبناه يمكن أيضا على أفكار أهنة واعتقادات ومحتقدات عفوا لأهالي شكرا لوجودك نورتنا أنا شاكر لكم وسعيد أنه اليوم حضرت لهاي القناة إن شاء الله وما تكون مثل ما ذكرنا تكون آخر مرة وإن شاء الله يكون أعطينا المعلومة والخفيفة المتلقي والمشاهد شكرا لرغة إن شاء الله وتنورنا شكرا لك دكتور إذن مشاهدنا راح ننتقل أيضا إلى فقرة طبقهم بعدها راجعين أهلا وسهلا مشاهدين الكرام ونبدأ إياكم اليوم بحلقة جديدة وطبق جديد وإياكم الشيف إيميل عبيدي من مطعم لامورك اليوم سلطتنا سلطة لونانية اللي هي تكون من الخس، الخيار، والطماطس، زيتون، وجبن الفيتا والأريغانو للزينة ترجمة نانسي قنقر المترجمة نانسي قنقر دعون الخس نحن أنه تقوم بالطبق ونضيف الخيار ونضيف الخيار ونضيف التقليق حسب عدد الاشخاص الزيتون الزيتون وهو الشخص وهو حسب الاخناس هادنا لغط هادنا لغط هادنا الملح هادنا زيت الزيتون وخلى ال بل سميك سنخلطهم المكونات تتجانس بالصوص سنضيف جبن الفيتا طبعا هذا زينة للطبق ورشة أريقانو يكون طبقنا خلص وإن شاء الله ينال إعجابكم ألف صح وعب إذن مشاهدين هذه عودة بعد ما شاهدنا هذه الطريقة شكرا أكيد للأفكار التي تتقدم بخصوص الأشياء التي تفيدنا صحيا من خلال السلطات وأيضا كيف ممكن نحن نتحكم بكمية الملح وأيضا بكمية حتى الزيوت وأيضا الخضروات وشنو تأثيرها الإيجابي لصحتنا ولأجسامنا ونختار دائما لازم إحنا بكل وجبة هؤلاء ناس ممكن أنه هي ما تقدر تترك الأطعمة اللي هي تكون دسمة لكن ممكن أنه أنت تختار أول خطوة ما قبل الدايت وما قبل أي شيء حتى الأشخاص اللي يعانون مم فقط يعانون من السمنة أكو أشخاص هم أيضا ممكن أنه جسمهم خالي من السمنة وبنفس الوقت أيضا عندهم ممكن ضعف مفرط فبالتالي يحتاجون إلى الخضروات يحتاجون إلى صراطات الأكل اللي دائما يكون دسم خالي من الخضروات والأشياء المفيدة أيضا هنا راح تكون المشكلة أكبر فالخطوة الأولى اللي إحنا نحتاجها لصحتنا ولغذاءنا أنه نهتم بالخضار اللي هو أيضا يدعم جسدنا بالصحة وأيضا بالغذاء فبالتالي نقاط بسيطة إحنا نقدر نختارها مثل ما أذكر دائما أنه إحنا أول شيء ممكن أنه إحنا نختارها نترك الملح ونترك السكر أو نقلل نبلش بالتقديل من هذا الموضوع ومن بعدها نقدر نترك الملح والسكر بصورة مباشرة أو بصورة كاملة لكن أرجع وأقول دائما الأختيار إحنا اللي نختارها بأي شيء تحديدا بغذاء صحتنا وأيضا ممكن أنه إحنا نشوف حتى المطاعم ما تقدر تأتني بهذا الموضوع قد ما إحنا في داخل البيت نأتني بصحتنا وغذائنا ونعرف إحنا شين الأشياء اللي نحتاجها والأهم من كل هذا أنه لازم يكون عندنا طبيب نستشارى بهذا الموضوع نستشارى بغذائنا بطريقة غذائنا حتى يكون أكثر صحية إذن راح ننتقل أيضا من هذه الفقرة إلى فقرة ثانية وهي راح تكون عن كيفية اختيار الأماكن والزوايا والسطوح وأيضا الشرف اللي تكون بالبيت كيف ممكن إحنا نختار لها أفكار جديدة خلينا نشاهد هذه الصور نعم راح ترافقنا صور فيما يقص هذا الموضوع الديكور والأفكار اللي ممكن إحنا نختارها هذه الفكرة الأولى إحنا ننشاهدها اللي هاي يمكن الصورة الثانية هي سطح اختيارنا لأنه يكون عندنا أكثر من فكرة لأماكن الفارغة بالداد من أنه إحنا نختار هذا المكان لأدوات الزايدة بالبيت أو ممكن للأشياء اللي ممكن هي تسبب هوسة بهذا المكان أو زحمة بهذا المكان إحنا نختار إنه نفرغها ونخلي بها أفكار جميلة ممكن حتى بالسطح ممكن إحنا نختار الأفكار اللي نخلي بها ألوان ممكن هاي دنشاهد تاير هو تاير عادي لكن هما صابغي بطريقة خليب كفكرة سندانة وأيضا يستخدمون التاير بفكرة ثانية إنه يسبغوه وبنفس الوقت يخلون عليه أجامع شكله يصر شكل طبله فهالي الأفكار يوم إحنا ببساطة نتكلم عليه ماكو داعي للتكاليف باختيار مفرداتنا إحنا نقدر نختار الأشياء البسيطة بداخل البيت ونقدر إحنا من الأشياء اللي ممكن هي نعيد تدويرها أي شيء إحنا بداخل البيت بدل ما إنه إحنا نخليه كمخزن هذا المكان نخليه مخزن للأشياء الزايدة بالبيت بالعكس إحنا نحاول نفرغها للمكان والأشياء اللي هي خليه المخزن نعيد تدويرها بطريقة جديدة من الصبغ وأيضا من الأفكار اللي ممكن الزرعان نخليها داخل المكان وايضا شوفوا هذا ايضا البالكون كواية ناس تختار البالكون بس لانه يخلون بها الملابس وايضا يخلون بها الاشياء الزايدة وايضا ممكن احنا نشوف اكون ناس اصلا ما تستخدم لكن الافكار اللي ممكن احنا نختارها من الوان من افكار تكون بسيطة ممكن احنا نخلي في بالنا الارض اول شي نبلش بها الوان تساعد هذا المكان افكار بسيطة حتى ما نحتاج ان احنا نروح نشتري ونتكلف بالموضوع وناخذ اشياء غالية ومكلفة لا احنا من داخل البيت نفسه اول ما نبلش بصبغ المكان باعادة تدوير ارضية المكان من خلال شراء ممكن اشياء بسيطة احنا نسميه سجاد ايضا سجاد بسيط يكون شكله يقترب لشكل الخضار وشكل الحديقة وبنفس الوقت نختار انه نخلي الافكار اللي هي ممكن القبلة وايضا الكراسي وهذه الامور اللي تكون يمكن السطح ايضا نحنا دائما نسمع انه الناس بالسطح تخلي الاشياء الزايدة منها ممكن الخشب الزايد عندنا الحديد الزايد عندنا اي شيء زايد عندنا احنا نخلي السطح هو محاط للمخزن وهذه الفكرة غلط ممكن بالدول الخارج اكثر مكان مقدس من خلال المنظر والطبيعة هو السطح حتى يختارون انه يرتبوه بشكل جديد بالتالي حتى ما يفقدون فكرة انه انه يروحون لازم بمكان ممكن يقضون بالوقت او العصرية او احتساء الشاي هاي الامور ما يختارون الاماكن اللي تكون خارج البيت يوفروها داخل البيت وتحديدا يختارون مكان السطح حتى يستغلون هالي المساحة لان هي مساحة كبيرة وايضا نقدر ممكن احنا اذا نقول الدول الخارج ما عندهم التقص اللي احنا عدنا اياه لكن احنا ايضا نقدر نغلف بطريقة اي طريقة اللي مستخدمي هالمطاعم من خلال افكار جديدة ممكن نغلف السطح بطريقتنا وبافكارنا وبنفس الوقت احنا نوفر الى ادوات البرودة اللي تساعد هذا المكان من خلال افكار ايضا احنا نرجع ونقول الافكار مهمة يعني احنا اليوم في حين انه نفكر باشياء تضيفنا ضيفنا لمنزلنا حتى احنا نقدر نحب منزلنا اكثر وبنفس الوقت نقدر انه احنا نتجول اكثر من مكان واهم نقطة دائما احنا نقول عنها انه لازم نختار اللون يختلف عن اللون كل زاوية وكل غرفة موجودة داخل البيت لازم كل غرفة تعتمد لون معين حتى تكون التنقلات داخل المنزل مختلفة وايضا تكون اكثر من طابع تطينا داخل المنزل لون البيت ممكن يكون كلها بلون البني أو كلها بلون الأبيض لازم كل غرفة يكون لها تحديدا على الأساس يكون كل غرفة لها لون معين إذن كانت هذه فقرتنا وتحدثنا بها هواية يمكننا حتى أيضا نوصل الفكرة شون ممكن نستغلها للأماكن السطح والشرف ونستفاد من علها بالتالي راح ننتقل أيضا إلى فقرة ثانية أو ثالثة راح تكون عن محتواك يهمنا رقم 13 هو عدد الجسور الموجودة في بغداد اللي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة سألتوا نفسكم ياهو أقدم الجسور الموجودة في بغداد إلى يومنا هذا تعالوا نرجع بالزمن اللي ورى شوية العباسيون هم أول من أنشأ الجسور في بغداد واللي تعبر نهر دجلة بس هاي الجسور كانت تروحوا يا موسم الفيضان يعني إيجي المي في نهر دجلة في موسم الفيضان يأخذ الجسر ويمشوا ياه بمرور الزمن اقتطت الحاجة لإنشاء الجسور ثابتة أكثر سنة 1902 أنشأ العثمانيون هذا الجسر الثابت اللي كان يربط بين الكرخ والرصافة بس من دخل البريطانيون إلى بغداد حاول العثمانيون إيقافهم أو تأخير هذا الغزو فحرقوا هذا الجسر سنة 1917 من بعد ما استولى القائد الإنجليزي ستان لي مود على مدينة بغداد أمر بإنشاء الجسر الأول العائم اللي كان تحفة هندسية في حينها وأعجوبة الأعجيب بالنسبة لأهل بغداد وسمى جسر مود واللي هو في موقع جسر الأحرار في يومنا الحالي بس هذا مو أقدم جسر باقي إلى يومنا جسر الشهداء أو جسر المأمون هو الأقدم اللي افتتح الوصي عبدل إلى سنة 1939 كان اسم جسر المأمون وتم تغيير هذه التسمية من بعد 1958 إلى جسر الشهداء نسبة إلى الشهداء الذين قضوا على هذا الجسر والمنطقة المحيطة بسنة 1948 لأن كانت أكفة مظاهرة طلعوا أهل بغداد يعترضون على الحكومة العراقية بسبب توقيعها على المعاهدة الشهيرة بينها وبين الحكومة البريطانية واللي اسمها بورتس مور كثير من الشهداء بغدادنا الجميلة والمعلومات والتاريخ والأرث الحضار الكبير اليوم أي شخص بنا يقدر يكون صاحب محتوى من خلال بغدادنا من خلال العراق من خلال تاريخ العراق والمعلومات المهمة بالعراق وبأزقة العراق وبتاريخه وحضارته وكل الأمور اللي ممكن احنا نريد نبحث عنها ونحصل إلى معلومات اليوم للعراق هو كافي بأنه احنا كافي ووافي وأيضا معلومات زايدة إحنا إذا نحتاج أن نوصل للدول الأخرى ونوصل تاريخنا ومعلومات أرثنا ومعلومات ثقافتنا ونصدر ثقافتنا بصورة صح إحنا بداخل العراق نقدر نخلق هذا المحتوى محاجة إحنا اليوم نذهب لدولة ثانية حتى إحنا نثقف من نفسنا وأيضا إحنا اليوم نقدر نخلق محتوى صح حالة تبادل الأفكار ما بين الدول إحنا بحاجة إلى بحاجة أن إحنا اليوم نذهب لدولة ثانية حتى إحنا للسرعة نتبادل ثقافات نصدر ثقافتنا وأيضا إحنا نأخذ من ثقافتهم ونتعلم من أفكارهم وممكن تاريخهم ونتعرف على كل التفاصيل فبالتالي اليوم هذا المحتوى إحنا اللي داعمين بالفئة الشبابية وأيضا حتى من فقط الشبابية أي فئة اليوم هي تخلق محتوى جديد وتخلق محتوى مهم وأيضا بمعلومات ومصادر حقيقية وتذهب للشاشة حتى تصور وتنقل هذه المعلومة فتحية طيبة إلى وأرجع وقول اليوم العراق هو بكل الأمور والثقافة والتاريخ اللي نحتاجه لكن العراق اللي يحتاجه من عندنا أنه إحنا نبحث عن العراق نبحث عن تاريخه ونبحث عن أرثه والمعلومات اللي مخزونا بهذه الأرض مخزونا بهذا البلد كثير معلومات لكن تحتاج من المواطني وتحتاج من الشباب اليوم أنه يبحثون عن أرثهم وتاريخهم وحضارتهم وإيضا يعمموها بهذه الطريقة وهي طريقة المحتوى وأكيد محتوى كيهمني على طول راح يهمني وعلى الطول راح نكون داعمين لكم إذن راح ننتقل بعد هذه الفقرة إلى فقرة مدن ونبعدها راجعين ترجمة نانسي قنقر قضاء الفهود هو أحد أقضية العراق التي تقع جنوب شرق محافظة ذيقار قرب نهر الفراث يسكنه ما يقرر بحوالي 91 ألف نسمة بحسب إحصائية عام 2009 ويعد القضاء منطقة زراعية كما يوجد في القضاء ملعبا لكرة القدم يستوعب حوالي ألفي متفرج ويسمى ملعب الفهود المركزي وهو أحد الأقضية التابعة إلى محافظة ذيقار وهي تبعد عن مركزها الناصرية بحوالي 65 كيلو مترا إلى الشرق وكذلك تبعد عن مركز قضاء التبايش بنحو 35 كيلو مترا إلى الغرب وتبلغ مساحة ناحية الفهود بحوالي 571 كيلو مترا وتمثل نسبة 1.4% من مساحة محافظة ذيقار أما بالنسبة لعدد سكانها فقد بلغ تعدادها حسب آخر تعداد لها وصل إلى 60 ألف نسمة بدأت الفهود قرية صغيرة على الضفة اليمنى لنهر الحمار وكانت تابعة لسوق الشيوخ حتى عام 1964 قبل أن تلتحق إداريا إلى قضاء التبايش ويوجد في هذه الناحية مركز صحي رئيسي واحد وتجهز الناحية بالماء الصافي من مشروع ماء الفهود الموحد الذي أسس عام 1977 والذي تبلغ طاقته الكلية بحوالي 700 متر مكعب يوميا ويبلغ استهلاك الفرد الواحد من الماء الصافي 194 لترا لليوم الواحد وتتغذى الناحية بالطاقة الكهربائية الوطنية من خطوط الضغط العالي بواسطة محولات ثانوية كما يبلغ عدد المدارس الابتدائية فيها بحدود 19 مدرسة فيما تحتوي على مدرستان متوسطة وأربع مدارس للثانوية وروضة واحدة اذا مشاهدين هذه عودة اكيد بعدما تعرفنا على تفاصيل ومعلومات فيما يخص قضاء الفهود فاذا احنا بعدما انتهينا من هذه الفقرة اكيد وصلنا لختام الحلقة شكرا لكل من تابعنا انتظرونا بحلقة اخرى وصلنا للقاء شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة